منتجات جديدة أول مرة شركة أها تنزلها عارف أنا فقست إيه؟ ده فاكر كنت قلت لحضرتك عليه حموت على شربات اللوز عملته مخصوص عشان خدم حضرتك يا حبيب قلب يالله يباركلي فيك يا رب عملنا على فكرة دي الحاجات دي نزلناها في رمضان وعلى فكرة عملت ما كنش منلاحق عليها طبعا الشربات اللي هو عملنا شربات اللوز شربات النعناع شربات التمرهند شربات الخروب الكركدي عملنا منتج جديد اللي هو الجزر بالبرتقان ده منتج أيوة جزر بالبرتقان يا سلام ده على فكرة ممتاز وصح جدا وحضرتك بتتكلم كده هتطمن على حبيبي اللي بحبه شربات اللوز اللي بيتخن بس احنا ولا يمنا الكلام ده كويس جزر وبرتقان عملنا حضرتك بقى الكاتشب جديد برضو الشكل الكاتشب تندك قبل كده الكاتشب ده كاتشب عادي وكاتشب حراء وقادي الحراء ده العادي وده الحراء ده العادي او معلش انا مش شايف ادوق لا مش هدوق الحراء هدوق العادي ده العادي ده العادي هدوق ازاي استنى لان الصلصة حققت انتصارات ايه 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 ارهابية استنى ده عايز الحركة بتاعت العيال اللي بيعملوهم بيأكلوا الكاتشب دي بتاعت كده مش كده ايه امسط انا بعمل فيدي بتوجعني لحركة دي الله على دا كاتشب ولا فيه زناخة ولا قديم طبعا فريش جدا الحاجات دي بتخلص اول بول اه طبعا دي الحاجات دي مبتقاطش احنا الصلصة بتاعتنا اصلا مبلهاش في السوق ايوه حقيقي طب ايه تاني عمالنا ظرف الصلصة كمان اللي هو الـ 50 جرام دول حمال فينهم عمالنا خضار مجمد عبوات جديدة ده خضار مجمد ده ما كانش عندنا احنا كان عندنا خط التجميد ده كان من ضمن الخطوط العطلانة من سنين الحمد لله صلحنا خط التجميد ده في المصنع عندنا في أبو كبير والله العظيم اه وعملين دلوقتي فاصوليا طبعا طبقا الموسم كل الموسم بتاع الصنف اه خضار الموسم عمالين فاصوليا بسلة بسلة بالجزر عمالين بامية كل الخضار مجمد ده كل ده جديد ما كانش موجود قبل كده الله يطمنك يعني من سنين المصنع ده كان اللي خط التجميد عطلان من سنين الحمد لله صلحناه وشغلناه وبننتج دلوقتي الخضار مجمد اللهم لك الحمد يا رب بتقولي ايه ده ده سليف جبنا مكنة اللي هي بتاعت السليف اللي هي العبوة بتعمل بقى العبوة الجديدة الشكل ده بتغلف احنا عملنا دلوقتي المنجة والجوافة عملينا هو اللي هو مكنة السليف الجديدة ديت وان شاء الله هنعمامها على كل المنتجات ده أنا بنتي بنتي هتزيط استهنا بقى خلينا دوق اللوز حبيبي وبعدنا دوق الجزر بالبرتقان جميل بالبرتقان يا سي احمد اخدتا خد شوية بتاع كورونا بتاع كورونا الله 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 عملنا حضرتك شوربة عتس كمان جديدة مكادش موجودة قبل كده وايه تاني العلب قولي العلب عملنا عبوات بقى غيرنا بقى عملنا عبوات تانية مختلفة عملنا عبوات للصالصة اقل كالتلتمية جرام اللي كانت عنديننا عملنا مئتين وعشرين جرام دوه على البدلة ده بيشرب على طول عشان ده عصير للعيال مفيد جدا وفرش ومش حلو حلاوة احنا تقريبا يمكن الوحدة اللي في السوق دلوقتي عندنا جذر بالبرتقان لافيش حد دلوقتي بينتج اللي صنف ده هو كان زمان شركة راني تقريبا بتنتجه انا دلوقتي مبلغوش خالص بس ده هلسي جدا اه ده ممتاز الله 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 طيب الكيس ابو سلسل اللي بتقولي الصغير ده اللي هي بطبخة اللي هي بطبخة خمسين جرام بكم بقى ده بجنيه ورب الاسعار المضحكة بقى طب الكيس الخضار بكم خمسة جنيه بره بكم لا بره طبعا احنا بص حدريك احنا بنختلف عنا شركات التانية ايو بس انا مش عايزة اكتر طبعا انا مش عايزة اقول لحضراتك انا لو سمعتي ارقام لا بجده الناس لازم تعرف يعني انا انا واحدة بصرف في بيتي كل يوم بتدبح في الحاجات دي فقولي الفرق مثلا بين البسلة بالجزر مثلا هنا و اي منتج تاني غالي لا بره بتبقى توصل لخمستاشر جنيه واسعار مختلفة وديب خمسة يعني التلت التلت بيجمع الكلام ده يا جماعة في اخر الشهر الله العظيم اشتركوا في القناة